اشتركوا في القناة ما هو بيظن بعض الناس انه فقط كلمة تصدع تعني انك يعني اجهر لا ما هو لانه جهر بالدعوة طيب وبعدين شو صار صدع في المجتمع صدع في المجتمع هم كانوا الكبار فاهمين المسألة ولا هم انتهوا في النهاية بدهم يقتلوا الرسول ليش او يخرجوا او صلى الله عليه وسلم ام يقولون وهذا يبنطبق على الامم المعاصرة يقال لهم اكفاركم خير من اولئكم وهو كانون وهو لاحظها طالما انه بخاطب اهل مكة بسنن الله في الماضي في الامم المكذبات معناته بالطريقة نفسها الان بخاطب الامم الكافرة الان تمام طيب ام يقولون نحن جميع منتصر انت هذا وهم سيهزم الجمع ويولون الدمور هذا في مكة هذا الكلام في مكة وبالتالي هذا بعدوه من ايش من الايات التي تنبئ بالغيب وتثبت نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم لانه مجمع على انها اصلا هي انها سورة مكية سورة القمر تمام الان لاحظوا واصلا تعبير سيهزم الجمع بدل على استقبال وهو نفسه يدل على استقبال لذلك عمر الخطاب في حديث يعني فيه انقطاع قال انه كنت استغرب يعني انه جمع هذا لانه كان موجود في مكة والمسلمين مضطهدين قلة وهذولاك يعني جميعهم يعني شاعر انه مسيطر جميع شاعر انه متماسك كله متماسك يعني ما صارش تضع ولا اشي كله متماسك تمام طيب عمر الخطاب في حديث فيه انقطاع بس يوافق حديث صحيح في المعنى بعد شوي عمر الخطاب يقول يعني انه استغرب متى يعني اي جمع هذا حتى كانت بدل وسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ سيهزم الجمع ويولون الدبو قال فهمت فهيلتقى مع الحديث الصحيح اللي انه الرسول صلى الله عليه وسلم اذا بتعرفه قبل المعركة مشهورة في السيرة وقف صلى الله عليه وسلم بدأ ايش يدعو يدعو واجتهد في الدعاء حتى انه اشفق ابو بكر عليه يا رسول الله بعض مناشدتك ربك الى اخير امشك المهم فلما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يقرأ سيهزم الجمع ويولون الدبو هذه ثابتة بقى حديث صحيحات منها في البخاري اصح اصور نعم فهنا اذا سيهزم الجمع ويولون الدبو خليني ارجع شوية لجميع جميع شوفي احتمال اخرى في موضوع جميع كل الاحتمال من فضله لما تيجوا تقولوا اليوم في عبارات نستخدمها احنا جميعنا رافضين شو يعني جميعنا رافضين يعني كل واحد فينا رفض صوتنا وكلنا رفضنا كما مرة بشيك من كل مرات احنا هالشي اللي عرضتوا علينا صوتنا جميعنا رافضين شو يعني جميعنا رافضين كل واحد فينا رفض بالاجمع هذه برضو من معانيها جميع يعني كل واحد فينا راح ينتصر خصوصا إذا كان في صراع أفكار كمان الله صبح تعالى قال وجاهدهم به جهادا كبير اللي هو القرآن وجاهدهم به جهادا كبير والهزيمة الهزيمة الحقيقية بتكون في عالم العقائد والأفكار والثقافات أما الهزائم العسكرية يعني عوارض مرات كلام المسلمين لما التطار هزموا كثير من الولايات الإسلامية في الأخير أسلموا وأقاموا امبراطوريات منهم كان مثل عمر رب العبد العزيز في العدالة منها الامبراطورية المغولية في الهند كلنا سابقا هل كان طيب هنا إذن جميع ممكن هنا بيقصدوا حتى الكل كل واحد وبالتالي برضو بتصير منتصر برضو هون لفظة منتصر يعني كل واحد كل واحد فينا منتصر برضو هون ممكن من ضمن احتمالات اللي بيحتملها النص الكريم سيهزم الجمع يولون الدبر شوف ويولون ما وردت فلا تولوهم الأدبار بشيك يعجو الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار هو مش متوقع أصلا المجموع يولي الأدبار بس ممكن للبعض فهون التحذير لكل شخص فكانت إيش التحذير لكل شخص فكان جمع آه فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبورا شخص واضح لكن هناك مهمة بقوله إحنا جميع كتلة انتو هالكتلة هاي كلها كلها شو رح يصير فيها ستهزم سيهزم الجمع ويولون الدبر الدبر مش الأدبار لأنه وشو عصل في البدر شو حصل في البدر كله كله شرب كله هرب ها وولى الدبر يعني كتلة فمن هون إذن ناسب أن تكون الدبر مفردة واجتماعهم على الخوف والتولي هذا شيء يعني عادة حتى في الجيوش لما تنهار بيضل في بعض الناس بيقوموا بس هذا بدلل على شدة وقدش الهزيمة دخلت فيهم كلهم وسبك على فكرة في بعض الدروس احنا كلنا شو معنات هزمة لما تضغط على شيء صح تمام تضغط على شيء فينكسر ويتهاوى من الضغط هذا ايش الانهزام تمام تمام وبالتالي لما كلنا صوت ايوة وذلك صوت الرعد سموه هزيم ليش لأنه صوت تكسير وكنا كيف تأتي في بطيخة وتضغط تضغط فايش تنكسر وتتفتت هذا الانهزام طيب سيهزم الجمع ويولون الدبر برضو سماهم جمع ما هم برضو جمع هم يقالوا نحو جمع جمع يعني طيب بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر يعني هذه العقوبات الدنيوية ومش بس هيك طبعا احنا جينا جينا في التاريخ بعد هذه الآيات شفنا ايش حصل بالنسبة لأهل مكة وكفارة العرب وإلى آخره ما نعرف عارفين فشوف الآية هاي من من دلائل النبوة لأنها مكية الآيات كما قلنا سيهزم الجمع ويولون الدبر والرسول صلى الله عليه وسلم في بدر قرأها على ما اسمع من الصحابة سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة معروف الساعة موعدهم وقتها يعني موعدهم يعني ممكن برضو هنا موعد لهم يعني موعد والموعد قد يكون فيه وعيد وهن وعيد إلا إذا فهم بعض الناس أنه مقصود البشر كلهم موعدهم يعني من وعد بالخير ومن وعد بالشر لكن هنا المقصود إذا كان مقصود الجماعة بل الساعة موعدهم إذا كلنا أهل مكة في وقتها لما نزلت الآية طب ما فيه منهم آمن فيصلح أن تكون بل الأكثرية اللي آمنت بل الأكثرية اللي آمنت فيصلح أن يكون موعدهم يعني الوعيد للبعض والوعد لغيرهم في الآخرة أو هي للذين يبقون على الكفر لأنه وعيد يعني فقط وعيد سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة إذن هي استمرار في ما سيحصل لهم من العقوبات في الدنيا والآخر كمان لأنه أدف